الموضوع بياخد أكبر من حجمه فاكريين موضوع لان يا يوسف في أطراف جديدة دخلت في الموضوع بس قبل ما وريكم الأطراف تعالوا نسمع قالت إيه عن مؤخرتها في البرنامج يعني كانت بارزة ووصلت للجمهور هو أنا مش عارف إيه معنى وصلت للجمهور لكن أنا عن نفسي ما وصل ليش حاجة ألودي يا تشال مفيش حاجة وصلة لي؟ خالص مفيش ولا حتى يعني شفتي نفسك أنت أمام المرأة قابل لك تطلع للمراجعة وعشان كده دايما بننصح بالديمقراطية رأيي الأغلبية هو اللي يمشي لا للديكتاتورية ما يبقى عندك حاجة حلوة؟ ليه متسرع؟ هو على حسب الحاجة اللي بنتكلم عليها أنت عارفة أن احنا بنتكلم على المؤخرة صح؟ رأيي لو عندي حاجة حلوة وأما بنعمة ربك فحدش تغفر الله العظيم يا رب أنت بتتكلمي على مؤخرتك مش على كيكة بلاك فورست هتشيلها في التلاجة اللي أنت بتقوليه ده رخص يعني ما اندخلش القرآن في قلة الأدب يعني ده بادة ما تقوليه احترق من نفسك زي تسأله سؤال زي ده وابدخده وتده في المؤخرة يعني واضح أنت بتفكري منين؟ حقيقة كل الكل اللي جيباتي أن أنا ممكن أعمل مشكلة بالعراق بسبب أن أنا بأس لاتبتك أنت تخوفت أن الموضوع تحول لأزمة دبلوماسية بين بلدين يعني أنت خفت يقوم بأزمة دبلوماسية بين مصر والعراق فقلت ضحي بمؤخرتي والأمور تهدى صح؟ أنت فردة وإحنا فردة خلصت عادي تقولي الكلام عجبني وجيه على الهواية عادي بس ما تدخليش دولتين في بس هي حب تتبين أن هي كون فاستمرت في الموضوع لا أروى في حاجات ما يفعش حد يبررها اللي عتب مو عليها بعدين فيه شغلة ثانية فعلا يا أروى العتب عالموزيع؟ ومين اللي قال شفتها في المراية وحلوة وأمم بنعمة ربكة فأحدث ولو عندك حاجة حلوة ما تخبهاش الموزيع؟ وده كان أسرع قصف جابها شكرا أروى ما أخدتش وقت خالص نقطة اللي عايز يلبس يلبس اللي عايز يتكلم يتكلم بس ما تجاهرش بالمعصية وتحسس لي أن الموضوع ده كول كلنا عارفين الصح والغلق وإنت لو كلامك صح ما كنتش طلعت تجري تبررني في كل حتة وإنت لو الموضوع ما كانش عاجبك كنت أنهيت اللقاء فأنا ما زيت حكوش علينا الترند كله بقى فسة فسة الخلاصة إن كلام ربنا مش لعبة وياريت نحترم الدين أكتر من كده إذا كان عندكم